شكرا للمشاهدة للمشاهدة وعلى المدينة الفرنسية لتحقق هذه الاجتماعات سلام لكلهم نحن الناس نحتاج المنطقة ونحن إذا لم نحن 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 المنطقة ونحن نحن نحن ونحن نحن أجل المنطقة لا يحتاج إلى المنطقة ونحن نحن فقط يحتاج إلى المدينة لذلك هذا هو الأولى في الحياة المدينة مجموعة مع مستخدمات وطاعة 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 مع أجل المنطقة وطاعة 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 أجل المنطقة على المنطقة وطاعة وطاعة السلطة المنطقة على المنطقة يجب أجل المنطقة سيارة لكي أمام يحضر الكثير من المنزل، أكثر من كل المنزلات معاً على الأرض. إنه محطة ضمن المنزل، وذلك يحضر الهاتف الهاتف إلى المنزل. يقدمنا مع الكثير من المنطقة لإنضافة وإنضافة وإنضافة وإنها هي المساعدة للمنزلنا. إذا كان المنطقة مضحة، مضحة أو مضحة، then most of what we mentioned is disrupted, affecting directly negatively. The cycle of life on earth. Nowadays the consumptive way of life we are leading is deteriorating this great complex equilibrium that the creator has made. C whistles and ignorance are leading us to behave as if we are the very last generation on earth! Polluting water, air, sea and soil are growing so fast that we might soon reach a point of no return to sustain the ecological balance that is keeping us alive! التنظر is crawling fast leading to erosion of the most fertile topsoil. The plastic products are breaking down to particles which are not biodegradable. The industrial bioproducts are converting agricultural soil to storage pits of poisonous من المتعارة المنطقة المنطقة لاتجال الناس والطاق المنطقة المنطقة تنبق بفقات المنطقة المنطقة للغاية المنطقة المنطقة الضوء والغربية المحضرات التحول على الميزة ويجعل تشعر المفاوات من كثير من الناس، بلعبات، ونصفات و أخرى التي تشعروا مفاوات على المشاركة في المستقبل مدى مدى في مجتمع المتالي يحتاج إلى مدى مدى في الطريقة التي نحن 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 في الأرض يجب أن أضع هنا أن الكثير من المساعدة تصدر من المدينة العالمية والمدينة العالمية ومع المدينة المستقبلة ومقرارة على المدينة والقرارات في مدينة مختلفة شكرا